اليوم لدينا قصة جدًا قصة جدًا قصة اد اندين في الماضي اد اندين في الماضي ازاي بننطعه كيف ننطعه يمكننا ننطعه ممكن ننطعه اد أو يمكننا ننطعه يبا اد اندين اد تد هناك ثلاث طرق في ثلاث طرق نقدر ننطعه من اد في الماضي اول قال افضل الاسل لو اخر حرف انا ذر تفعل اندين انتهى بي تي اردي ويبورناونس اي دي بننطع اي دي in the past في الماضي از اد تاني لو اي فعل في الماضي انتهى بتي او بدي بننطعه اي دي وراها اد اد�� هي زي مقطع اكترا سلمة اكناش واقع اه اه اد اد يبقى لو ثلاث اي دي انتهى بي تي اردي بننطعه اي دي وراهم في الماضي ايه؟ اد زي الفعلي يريد انتهى بال T القاعدة بتاعتها يبقى عادية ED يبقى wanted نفس الكلام مع الفعلي يقرر decide انتهى بال D end is in D or with D end is with or end D طبعا ال E هنا silent decide اخيرها D وال E silent ما بنتقهاش بتبقى decided is عشان ال D طبعا في القاعدة بتاعتنا T وال D ال E D بي وراهم بتبقى decided is نفس الكلام start انتهى بال T تبقى ED تتنطق ايه started نفس الكلام في الفعلي البعض need D طبعا اخر الفعلي خلي بال E D وراهم بتبقى needed wanted decided اد اد wanted decided started needed this is the first rule دي اول قاعدة if a verb end is in انتهى ب T or D we pronounce the E D بنمطى ال E D اد the second rule القاعدة بتاعتنا how we can pronounce E D زي بنمطى ال E D as T sound or like T sound امتا بنمطى ال E D باكة T هنعرفه if the last letter لو الحرف الاخير خلي بالنا كلمة last ممكن ننطع last زي البريتش او last زي الامريكا last or last اللي تنصح if the last letter لو الحرف الاخير نفسي كلام في letter اسمع letter و leather اللي تنصح بر if the last letter in a verb لو الحرف الاخير في الفعل انتزقنا voiceless لو فعل انتهى بصوت voiceless ايه هالاصوات voiceless what are voiceless sounds ايه ال P وال T وال K وال F وال S والش والش والث الvoiceless تنهي ايه what are voiceless consonants ايه ال P T K F S ش H TH دي الأصوات بتاعتنا voiceless يبقى اي فعل ينتهي voiceless بننتقى ال E D A like T بننتقى ال E D like T يبقى و ايه E D as T اي فعل هتلاقيه اخره voiceless صوتنا الأصوات دي الفعل ده في الماضي بتاعه هننتقى ال E D زي T بالظب اول فعل بننتقىه غلا كلمة work يعمل الا واحد يقول الماضي من work واركد او واركد لا غلط طبعا خلي بلنا الفعل وارك بريتش وارك امريكا وارك وارك عشان محدش يسألني انت جبت وارك دي من ايه لانها R sound وارك اخرها K sound وال K sound voiceless يبقى هنا ال E دي تتنتقى ال T يتبقى واركد 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 او واركد الاتنين صح الفعل اللي بعديه love يضحك G H دي تتنتقى زى الفي كده ف يقول ف يبقى انت ال E D T تبقى love love مش love مش بيديه منش يحد يقولي work it مش بيديه هي لأ هي بديه work it or work it love soft كلمة اللي بعديها او الفعل اللي بعديه miss يفقد شيء او شخص او شخص انت غاسر عندي مش شفتوش بالي بديه فانت مفتقده miss اخيره S وال S يبقى E D T تبقى مست مليش واحد يقولي missed call بيديه اسمعها missed call missed call وكلمة اتصال اسمها called بالامريكا missed call طبعا قلنا دلوقتي الفعل miss ins بينتعي بيه voles اللي هو كلمة تبقى مش مز الفعل اللي بعديه wash انتعي بيه صبعا ايه 15. مش بذائق çık BEN 21. البريطانيين بنتي ب faktiskt يمكنك تبقى الاشتراف السبب הב�أك سأعن الآن مش بقالت قوم الاشتراك بما انتاغار المطبق فموعي راتيoch ويصدر يعني ينتمر امريكا واي ч عمشف مار 2018 یعن مسوطة istit او اي واتشت بريتش و امريكا طبعا بنتاهم لك الاتنين. واتش امريكا واتش بريتش. حط بعديهم تي تبقى واتشت واتشت. طبعا دين الناس اللي بتحب البريتش والامريكا. الفعل يحب لايك طبعا اخره كاي ساوند. ال اي هنا سايلان. الكاي طبعا. هاي تي تبقى او ووركت بريتش و امريكا مع بعض ايه لافت مست واشت او ووشت بريتش و امريكا ايه واتشت او واتشت بريتش و امريكا لايكت هيلبت هيلبت بتي او لايكت برضو بتي ربكم بسطت الفكرة ليه اخر قاعد عندنا هننتقى الدي هننتقى الدي في الماضي و نخلي بالنا كلمة ماضي بتتنتقى باست زي البريتش ببينطور او باست زي ما الامريكا بينطور يبقى الدي انتقى الدي او الدي في الماضي زي يسوط الدي بالظبط طيب القاعد ايه افضل الاسمتر لو اخر حرف انا فى فعل انتقى بي لو فعل انتهى بالفايزد كونسنان ايه الفايزد كونسنان اهي البي الدي دي جي الفي م ار ال زي اور زيط طبعا حرف الزيط او الصوت الزيد او الامريكا بينطور زي ببريطانيين منطور زيط جا والي يا والذي الوفيس the sound اللي هم مدورة افي افورب عندس ان لو فعلا انتهى voice the sound اللي هيا الأصوات دي او رفور او حرف متحرك وي بنونس اي دي او دي از دي يبقى تاني افورب لو فعلا عندس ان انتهى به بايز ديها والي او الاروف السكنة دي او رفور او حرف متحرك وي بنونس احنا بنرطي اي دي او دي أول غلطة من قبلها من قبله واحد يقولي على الفعل يصل اللي هو arrive يقولي الماضي بتاعه لأ طبعا الماضي من arrive مش arrived طيب arrive بدأنتهي به والذي 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 طبعا لو أي فعل انتهي به طبعا الـ بطبع طبعا شبه يدي بالزر تبقى arrived arrived مش arrived مش arrived ما تعملهاش ed مش هتبقى arrived يبقى الماضي من كلمة arrive arrived دي على طول arrived arrived طبعا arrived دي غلط نفس الكلام في العفعال دي cleaned clean انتهت بال n clean انتهت بال n وال n voice constant هي بقى e دي وتقمته e دي دي بقى نفس الكلام في play play a انتهت بvowel a انتهت بvowel verb and is in a vowel e دي طبعا بتبقى دي played نفس الكلام loved خلي بالنا love انتهت بالv sound والv sound voiced consonant يبقى ال e دي تبقى ال e دي تبقى loved ونخلقى ال e هنا silent love بس لايو حب ال e silent طيب الكلمة اللي بعدها call call معناها يتصل في الماضي الامريكان بيمطاو كلمة يتصل call مش call زي بريطانيين الامريكان يمطاو الفعل يتصل call البريطانيو عليها call هنا تبقى call طبعا الفعل call ينتهى بالl والl voice consonant يبقى ال e دي تبقى called 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 هنا كلمة allow يسمح allow انتهت بال sound اللي هي vowel طبعا واي فعل ينتهى vowel ال e d بعده بتبقى زي d بتبقى allowed allowed كلمة اللي بعدها او الفعل اللي بعدها change change انتهى بالj change والj voice the consonant يبقى l e d اتتنته d تبقى change change it يبقى arrived cleaned played love call allowed change it وديو قاعدة بتاعت l e d like d طبعا بننتهى l e d في الماضي زي صوت d بزرط او ده واربكم وصلت الفكرة ريك